تعرفنا من قبل على سريط الأدوات standard buttons كما تعرفنا على استخدام نفاتيح هذا الشريط ويمكننا نظام التشغيل من تخصيص سريط الأدوات حيث يمكننا نحص أو إضافة أوامر لهذا الشريط فإذا أردنا على سبيل المثال إضافة الأوامر copy وcut وlist وdelete كنفاتيح داخل الشريط standard buttons نفتح القائمة المثالة view ونختار customize من القائمة الخراية toolbar فيظهر أن ربع الحواري customize toolbar ويظهر في الجزء available toolbar buttons مجموعة الأوامر التي يمكن إضافة رائع الشريط وفي الجزء current toolbar buttons تظهر مجموعة الأوامر الموجودة داخل الشريط حاليا فلإضافة الأوامر cut وcopy وbased وdelete إلى شريط الأدوات نقوم باختيار الأمر cut من الجزء available toolbar buttons ثم نضغط على المفتاح add تيتم إضافة الأمر cut إلى الجزء current toolbar buttons ويظهر المفتاح cut داخل شريط الأدوات standard buttons ثم نقوم بإضافة المفاتيح cut وdate وdelete بنفس الطريقة كما يمكن إضافة فاصل separator للفصل بين الأوامر داخل الشريط ولإضافة فاصل أوامر داخل الشريط نختار separator من هذا الجزء ثم نضغط على المفتاح add كما يمكننا تركيب المفاتيح أو أسراصل داخل الشريط كما نريد فإذا أردنا تحييط هذا الفاصل إلى الموضع قبل المفتاح cut مباشرة ثم نقوم بإختيار separator من الجزء current toolbar buttons ثم نضغط على المفتاح move up سيتم تحييط الفاصل خطوة واحدة إلى أعلى فنقوم بتكتار الضغط على المفتاح move up حتى يظهر الفاصل في الموضع الذي نريده كما يمكننا حفظ الأمر الذي نريده من الشريط standard buttons ولعمل ذلك نقوم بإختيار الأمر الذي نريد حفظه من الجزء current toolbar buttons ثم نضغط على المفتاح remove سيتم تحفظ المفتاح من الشريط standard buttons ومن القائمة text options نرى أن الاختيار الاسترابي هو select text on right ويعمل هذا الاختيار على إظهار إطلاع الأمر يمين الرمز الخاص بها داخل الشريط standard buttons كما نرى ويمكننا إظهار أثناء يمين على الأمر أسخل المفاتيح الخاصة بها وذلك بإختيار show text labels من هذه القائمة كما يمكننا عدم إظهار أثناء الأمر بإختيار no text labels ومن القائمة icon options يمكننا تضغيص حفظ المفاتيح لشراء الشريط standard buttons وذلك بإختيار small icons من هذه القائمة ونلاحظ أن هذا الاختيار سيتم تنفيذه مباشرة بمجرد اختياره ولتنفيذ هذا الاختيار وإغلاق المربع الحواري نضغط على المفتاح close تيتم تضغير المفاتيح داخل الشريط كما نرى ويمكننا إظهار بعض الشراء الأخرى داخل الناشئة في فتح القائمة view نرى الأمث state star وبإختيار هذا الأمث يظهر الشريط state star ويستخدم هذا الشريط لإظهار بعض البيانات المتعلقة بالعنشر المختار داخل النافذة كما يمكننا تحريك شرائط الأدوات داخل النافذة فإذا أردنا على شبيل المثال نقل الشريط address يمين الشريط standard button نفتح على القائمة view ثم نقوم باختيار lot tool bar من القائمة الفراعية tool bar فيظهر خط رأسي متقطع أقصى يسار شرائط الأدوات فنقوم بالضغط مع السحب لشريط الأدوات address إلى الشريط standard button فيثم نقل الشريط كما نرى شكرا